بالنسبة لي هتدخلني معاك شريك بـ 25% من المال مش بالمجود فارو حمك ما تقول كلام يتعدل يلا من غير زفارة لسام بس عشان نموت الكلام صدقنا ان افيدك في شغلك انت عارف ان انا شغلي احسن بكتير من الشغل السيسي اللي بيجيبه لك الوضي ياسر وبالنسبة للس دي ما تهلقش يا معل في الحفظ والصوم طول ما احنا في شركة واحدة عم عم طب يا شريف باشا يعني قل في ايدي يضمان لي ان انت متخضرش بيا خصوصا يعني وان الغاد الواضح كده ان هو بيجري في دمك مصلحة دي بشاركتي معاك عم عمر حد ياخر بعشه بنفسه مش هكسب حاجة ومن الاخر ما عنديش حاجة تانية اقول حلق غير الضغط ولازم تصدقني طيب قوله ورفضت هيبقى مش حلو عشانك يا معل لان انا مش هبعد سديل مدامه بس ده انا هيسا يحلك في كل سوشيال ميديا وقابل همعلم الفضاح اللي في السوق اللي في كل عدة طيب قابل وطلباتك يا مدامه نتجاوز ومش هقولك على يد مقزون لا عارفي يعني في السر انت راجلي يا عمر وما قدرش يستغنى عنك ابدا فيك الخير طمرت فيك العش جوازي منك يا عمر هيدمنتلي ان انا عيش مسترياحة انا وابننا اه يا روحي وبعد عملا طويل كده انت واللي في بطنك تورسه زيك زيك لجلاجه واسر بالظبط عارفة؟ من الهوى غلبتيني حقي ولا مش حقي يا عمر بس اه بس ايه يا عم عمر حقاه عشان اللي بطنها حقاه؟ بس كده هجاوبك انا بقى عاستقول اللي انت اللي تسأله تفضل بقولت لأ يا عباشا ستة هنم هتخلف وهجب لك عيل والعيل والدين ايه والستيد هاي اللي معايا عايز بيته انه قابل ويد وانا بقى عطل على محكمة الاسرة ومعايا شاهد كده لطيف بخصمين جنيه عادي فدى نسمة والجواز العرفي ليه طرق كتيرة قوي لي من دول بس هراحة قفلت دمنا انا مبسوط بك وقوي وطبعا لولاد اللي افبطناها واطلعش ابني كفاية الفضائح اللي هتحصل لي هتدمرني وتدمر اللي خلفوني كمان مش كمان بكرة تتأكد يا عمر انه هو ابنك طيب انتو طبعا معايا ان المواضيع دي صعب قوي لازم افكر بقى عن نفسي شوية فيعني سبيني شوية كده افكر يعني ايه؟ يعني لازم اراجع نفسي الحاجات والطلبات اللي ايتوا طالبينها دي حاجات صعبة مش من يوم وليلا يعني ماشي؟ سبلي يومين كده لا اخدلك اسبوع يا عمر بس لو تأخرت عن اسبوع متزعدش منا يا صاحب بس لما انت اوكي اسبكوا بقى للصهرة الحلوة دي موسيقى 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 موسيقى